اشتركوا في القناة اليوم يا شباب دي الرسمة فتاعة امس منظر غروب من ميناء بورساية تمام ازاي اليوم ارسم الاشجار هرسم الاشجار وقت الغروب هل اشجار وقت الغروب شكلها يختلف عن الاشجار في وضح النهار نعم الاشجار وقت الغروب تأخذ شكلا مختلفا تماما وخاصة في درجة الالوان تماما يا شباب ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة بإذن الله تعالى في طريقة رسم الاشجار وقت الغروب فانا قلت استغل الرسمة رسمة الغروب فيديو اللفات فانا بعد نهاردة ازاي اغير شكل اللوحة كامل وارسم لوحة تانية خالص من خلال وضعية الاشجار ولونها واحجامها وقت الغروب يلا بنا يا شباب ان شاء الله يا شباب على طول نجهز اللون اللي سود لان اللون اللي سود في الرسمة هو يكون بطل الحلقة النهاردة اللون اللي سود يا شباب بيلعب دور اساسي ودور مهم جدا في مناظر الغروب اللون اللي سود يا شباب ازاي ندق به الارضيات بتاعة الاشجار في خلفيات او في مناظر الغروب طبعا الاشجار زي ما قلتلكم في المقدمة بتاخد اشكال مختلفة شوية عن الالوان في وضح النهار يعني في الغروب بيكون لها اشكال مختلفة شوية عن شكل الاشجار في وضح النهار ازاي ده طبعا ده بيكون اساسي في درجات الالوان لان في الغروب بيكون الدرجات بتاعتنا كلها كتمة قوي ولذلك الارضيات بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين اهو الارضيات بتاعتنا كلها هتلاقيها كتمة جدا لنبلون اللي سود الصريح ماشي شباب طيب في ثواني اهو زي ما حضراتكم شايفين اللوحة تغيرت خالص من ميناء فيه عابرات او حاملات لسفن ومراكب وسفن كبيرة او نقول ميناء مفتوح بحر مفتوح يعني بتعدي فيه سفن ضخمة لشكل تاني خالص بحيرة او جزيرة محاطة بالاشجار الضخمة وده طبعا بيديك فرصة كبيرة جدا انك انت كرسام يبقى عندك القدرة انك انت تقدر تغير شكل المنظر في دقايق يعني ممكن تكون في رسمة ما اه حبيت تغيرها خالص وتحولها الرسمة تاني خالص بالشكل ده ده اللي انا بضرب به المثل فيه اه شغل النهاردة وفيه فيديو اليوم يعني اه شباب اه نتذكر معا ان الفيديو الاول كان عبارة عن ميناء بور سعيد اه المصرية اه التي تعبر من خلالها اه شاحنات السفن و اه سفن الضخمة ودي كانت لوحة اه في الفيديو السابق اه طبعا عبارة عن لحظة الغروب في اه جاء اه او في سماء مصر الغالية ولكن ان لليوم حبينا نستغل تلك الخلفية ونرسم زي ما قلنا في المقدمة اه نرسم منظر غروب اه تاني خالص لوحة تانية خالص مختلفة خالص عن اللي فاتت بنفس الخلفية اه بنفس خلفية الغروب لكن اه المنطقة او المكان مش هو المكان اللي كان بالامس اه بعد ما اشغلنا اه الاشجار بالاسود زي ما حضراتكم شفتوا بالسرعة طبعا انا مصرع الفيديو في البداية شوية لكن بعد كده ان شاء الله في مراحل مهمة جدا هنبطأ فيها سرعة الفيديو شباب قبل اي حاجة ان شاء الله اللي ماشتراكش في القناة يشترك وشكرا لكل اللي سأل علينا وسهب تعليق جميل في الفيديو السابق اه الحمدلله اه عودة قوية اه قبل اه ال بس المباشر اه اللي ان شاء الله كلنا منتظرونه غدا بستبع الله بمعنويات مرتفعة جدا ان شاء الله اه بدعو حضراتكم جميعا تكونوا موجودين معنا ان شاء الله في العشرة مساء مساء الخميس الجاي اللي هو بقرة بإذن الله تعالى غدا بتوقيت القاهرة بإذن الله برنامج عشرة على عشرة والبرنامج الهدف من اسم البرنامج لما تم الاتفاق على ان يكون اسم البرنامج عشرة على عشرة انه عايزين كل شيء في حياتنا يكون عشرة على عشرة ومن خلال الانوان او اسم البرنامج ده واللقاء ده هيكون كل اللقاءات القادمة ان شاء الله هنتناول جزئيات محددة ازاي نصل بالجزئيات دي بكل تفاصيلها لانها تكون عشرة على عشرة ان شاء الله بيدوا لحضراتكم زي ما قلتلكم بكرة ان شاء الله ساعة عشرة مساء بتوقيت القاهرة ان شاء الله ما تغبوش ابدا وشاركوا معنا لقاء بيجمع كل محبي الرسم في جميع دول العالم والحمد لله رب العالمين بيزيد التفاعل مع البرنامج واللقاء الاسبوعي بس المباشر على قناة رسم محمد عبد ارجع بيكم بسرعة للفيديو بتاعنا طبعا هنا الناس اللي شافت الفيديو الاول وتشوف دلوقتي الفيديو الساني اللي احنا شغالين فيه الان هيلاقي صورة غير الصورة خالص صورة غير الصورة ومكان غير المكان ومنطقة غير المنطقة الشيء الوحيد اللي لسه مازال زي ما هو محافظين عليه هي خلفية السماء والمركب اللي فيه نص الماية دي دي الحاجات اللي هي لسه مازلنا محتفظين بيها اما ازاي نجهز الاشجار وازاي نشغلها فهو ده الهدف من فيديو اليوم زي ما حضراتكم شايفين هنا بنماهي الطريق الطريق ده يا شباب بيكون بوش الفرشة كده بالعرض بعرض الفرشة باتجاه افكي زي ما حضراتكم شايفين كده وببدأ امشط درجة الابيض مع درجة البرتقاني وابدأ من هناك خالص من رفيع وكل ما اجي طبعا اللي جاي بيوسع معايا الطريق شوية علشان تكون الابعاد بتاعتي مزبوطة وجميلة وبالاسود كده تحت الجرف ده او تحت الكرف او تحت الدوران بتاع الطريق بنبدأ نجهز الحفة اللي هي نقطة التقاء المياه بالشاطق بتاعتها او بالجرف اللي هو فوق المياه او الطريق بتاعنا وبالفرشة كده وبننمهد الطريق وبنفرش مساحات الخضراء فطبعا مساحات الخضراء بتاعتنا هنا درجة الالوان بتاعتها برضو كاتمة مش زي درجة الالوان اللي هي في المنظر الطبيعي اللي بنرسمه في واضح النهار فهي دلوقت كده بالشكل ده احنا كمان هنبدأ نقفلها شوية وبسنة فاتح خفيفة ونبدأ نجسم الزرعة او الحشائش ديا بحيث انه هينحصر هنا عندنا الطريق في المنتصف يا شباب وطبعا زي ما قلت لحضراتكم بعد ما بدق الأشجار بالشكل اللي شفتوه ده ببدأ أجزع الفروع أرسم الفروع اللي هي الجزوع الشجر نفسها وبتبدأ بقى تركز في انك انت توزيحة الضوء بتاعك ركز معايا هنا شوفوا الضوء جاي منين الضوء جاي من يعتبر في نص الصورة في منتصف اللوحة بتاعت من فوق او من أعلىayan حاجة في اللوحة من فوق فالشعاع بتاع الشمس هنا هيفرش على الأشجار فالأشجار اللي على يمين الإضاءة بتاعتها هكون من على الشمال والأشجار اللي على الشمال الإضاءة بتاعتها هكون من على يمين أتمنى انه كنت تتركزوا في الكلام ده الكلام ده مهم جدا اقول تاني الشمس هنا مصدر الضوء في اعلى نقطة في منتصف اللوحة من فوق وان كانت على اليمين شوية لكن لاحظ الشعاع فارش ازاي بتاعها الشعاع بتاعي الشمس فارش هنا بحيث انها يديني اضاءة في الاشجار اللي على اليمين من ناحية الشمال الاضاءة يكون جاية من على الشمالها والاشجار اللي على الشمال هيكون الاضاءة بتاعتها من على اليمين وبالاصفر الكناري وبدأت كده ادي لسعد اضاءة حلوة في الميا واسحب لسعد الميا ديا بعرض الفرشة بوش الفرشة كده بحيث انها بتديلك الشعاع الشمس الدهبي اللي هو موجود في الميا ومركز قوي انه يكون في الحواف اللي هي بتاعت الطريق تحت الطريق على طول مباشرة في نقطة التحام المياه بالطريق يعني وهنبدأ نكبر بقى حجم المركب بتاعتنا شوية وبما ان احنا كبرنا حجم المركب هنبدأ نكبر حجم الاشخاص اللي موجودة في المركب يا شباب زي ما انتم شايفين اهو علشان النسب بتاعتنا كلها يكون مزبوطة لان المركب في الصورة الاولانية كانت في الصورة اللي هي تم رسمها في الفيديو اللي فات المركب ديا كانت على مسافة حوالي اثنين كيلو متر مربعة او اثنين كيلو متر طول فبالتالي كان حجمها صغير والاشخاص اللي عليها كان اصغر من كده لكن لما بدأنا نلم البحيرة بتاعتنا ونقرب المركب من الطريق ومن اليابس فهنا كده اصبح حجم المركب هيكبر شوية لان المركب قربت قربت المسافة شوية وبالتالي كبرنا حجم المركب وكمان نكبر حجم الاشخاص بالنسب اللي هي تخليها تمشي تمشي مع ابعاد الصورة بتاعتنا كلها فانا يا شباب دركز او معاكم في بعض التفاصيل المهمة جدا وهي ان انا دلوقت لو انا تحولت الصورة من رسمة الرسمة لازم اراعي الابعاد بتاعتي لازم اراعي النسب وقلنا النسب قبل كده في فيديو سابق ازاي نعرف النسب بشكل صحيح والابعاد بتاعت تكون ايسها انا كرسام بشكل صحيح قلنا ان احنا مساء الله بنرسم به ازاي اللي انا برسمه دلوقت وبأسسه وهو نحية الشمال لازم احدد حجم هذا البيت في المكان ده يا ترى انا بعد الوقت اتكلم وهشرح اهو ازاي تفهم معايا موضوع الابعاد لان النقطة كلها نقطة احساس فالرسام لازم لازم يكون عنده احساس بالابعاد بتاعت اللوحة المركب يا شباب هي اللي اقرب ولا البيت يلا نجاوب مع بعض انا بسأله و بقول يا ترى هنا المركب هي اللي اقرب ولا البيت سامع ناز بتقول المركب طيب يبقى المركب هنا لازم يكون حجمها ضخمة بالشكل ده لان هي قريبة والاشخاص اللي عليها في المكان ده لو اتحركوا من المركب ومشوا بنفس جسمهم ده وحجمهم ده ومشوا في الطريق لحد ما راحوا يسكنوا في البيت ده فهيكون حجم الاشخاص في المركب هنا متناسب جدا مع حجم البيت اللي هم هيروحوا يدخلوا يعودوا فيه وصلت ازاي احنا بنحس بالابعاد بتاع اللوحة فانا بتخيل كده ان انا نفسي هو اللي موجود في المركب يبقى لما اجي ارسم بيت في المكان اللي هناك ده على الشمال خالص بعيد يا ترى البيت يجي اصغر من كده ولا اكبر من كده احساسك باللوحة بقى هو ده اللي يحدد ان الشخص اللي في المركب ده هو اللي يروح يسكن هناك فلما يمشي هناك حجمه هيصغر شوية وبالتالي يبقى متناسب جدا مع حجم البيت وبدأنا يا شباب ناخد سياج خشب كده سياج خشبي اهو وكمان خدنا الخيال بتاعه بنفس الفرشة طبعا عكس اتجاه اتجاه الضوء علشان تكون موجودة ورا البيت بالحجم ده شيء غير واقعي وغير منطقي فاضطرين انكبر حجم الشجرة ما انت هنا بين احد امرين يتكبر حجم البيت وتجيبه برا الشجرة يقوم الشجرة كده يبقى جسمها صغر شوية يقمت صغر حجم البيت زي ما هو سيبه بداي ما هو كده بس اتكبر الشجرة وتجيبها قدام البيت وده اللي احنا عملناه بالفعل اهو سحبنا كده الجزء ولو رجحت للفيديو في الاول قبل ما نرسم البيت او ساعة ما رسمنا البيت اتلاقي الشجرة كانت ملتحمة في البيت جاية وراه فعلشان يبقى حجم الشجرة كبير ومتناسب مع البيت فلازم اقرب الشجرة شوية فسحبت الشجرة الجاي برا البيت وطبعا زي ما انتوا شايفين السياج وتظل بتاعه والمركب والشباك اللي في الميا ودي الشط التاني اهو فيه كم شجرة كده من الاشجار الضخمة والفروع وانا هنا مهدي الرتم خالص وماشي كده بالكاميرا بفرقه على نتيجة الشغل اللي احنا عملناه لحد دلوقت واتمنى الشرح اللي انا اتكلمتي فيه ده يعني الناس تستوعبوا وتحطوا في ازهانها كويس وتعمل بيه ان شاء الله من الحاجات الجميلة جدا اللي لازم ااكد عليها في فيديو اليوم ليه انا سحبت الشجرة من ورا البيت خليتها برا البيت ليه وبحركة بسيطة جدا الحركة البسيطة اللي احنا كبرنا بيها اللي احنا عطينا للشجرة حجمها الطبيعي هو ان احنا زودنا حوالي خمسة صمت كده في الجزع بتاع الشجرة بالفرشة فاصبحت الشجرة في المقدمة وخلفها البيت فالاحجام كده بتاعتنا اصبحت جميلة جدا ومزبوطة قوي عايز ادي تأثيرات اكتر وشغل احلى روح تجايب شجرة كده بعيد بس اشجار بقى من اللي هي اللي هي الناس بتحبها اللي هي اشجار عبارة عن فروع بس بدون اوراق هناك على الشط من بعيد هذه الاشجار اقرب الى حد ما نحيتنا احنا كده من الاشجار اللي وراها اللي احنا كنا عاملينها في الاول فالاشجار دي احنا قدمناها هنا الاشجار اللي هي جزوع بس دي بالفرشة بالاسود قدمناها لقدام سنة وخيالها جبناها في الماء اهو لكن الاشجار الكتل اللي ورا دي بعدت شوية لما انا قبرت حجم الاشجار اللي بدون ورا تمام يا شباب اتمنى ليكم مشاهدة جميلة جدا وقبل ما اختم طبعا الحاجات اللي انتو بتحبوها العصفير والطيور اقرب الشاشة كده شوية ونشوف الطيور دي بنرسمها ازاي حركة بسيطة جدا يا شباب بص ادي واحد ادي اتنين والتالتة بقى ادوس على ايدو دوسة خفيفة قوي واسحب كده الطائر من تحت واحد اهي عكسها هناك اتنين تديك زي السبعة كده والتالتة اصحابها كده بس اديها بطن شوية طبعا دي اه كمان طائر اهو فوق بس يعني الكاميرا مش جايبها شوية لكن هيظهر فيه الاخر لما اعرض لحضراتكم الصورة كاملة اهو اكتر من طاهر الحاجات دي بتديك حركة في الصورة وبتديك كمان بتربط العناصر كلها ببعض لان ساحة الغروب كل الطيور بتبحث عن المأوة اللي هتبايت فيه فكلها بتجري اتجاه الشجر كل الطيور طايرة كده في اتجاه الشجر وادي اللوحة بتاعتنا اكتملت واصبحت لوحة تاني خالص جديدة خالص مختلفة عن اللوحة بتاعتنا الامس اتمنى يا رب ان اتعجبكم مكان جميل جدا اه بين شطين ومية زي ما بيقولوا حركة جميلة جدا في السماء من خلال الطيور بيت جميل وصيادين بسطاء ومركب جميلة جدا تجاد انها تغرق منهم هاي ربنا يسطر وادي السياج اهو وكل حاجة في الصورة بصراحة جميلة جدا وهي جميلة اكتر بوجودكم معايا وبذكركم قبل مختم ما تنسوش بكرا ان شاء الله الخميس وكل خميس العشرة مساء السامنة بتوقيت جرينتش بس مباشر برنامج عشر على عشرة ان شاء الله نلتقي فيه على خير وما تنسوش لايك اسفل الفيديو وكمان تعليق حلو من حضراتكم واللي يقدر يشير الفيديو يشير الفيديو على اوسع نطاق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة